السلام عليكم في هذا الفيديو سنتعلم كيف يمكننا بدء بث المباشر على يوتيوب من الموبايل والتابلت ولإنشاء البث المباشر من أجهزة الموبايل والتابلت يجب استفاء الشروط التالية أولاً أن تضم قناتك ما لا يقل عن ألف مشترك ثانياً أن تقوم بإثبات ملكية قناتك بعد تسجيل الدخول إلى قناتنا على يوتيوب سنقوم بالضغط على هذا الرمز ثم اختيار Go Live من هنا يمكننا التبديل بين استخدام الكاميرا الأمامية أو الخلفية لهاتفنا يمكنك إضافة التفاصيل الخاصة بالبث مثل العنوان تعديل مستوى العرض Public أي شخص يستطيع البحث عن البث ومشاهدته Unlisted يستطيع رؤية البث أي شخص يملك الرابط الخاص به يمكنك إضافة موقعك من هنا ثم التأكد من تحديد الجمهور الخاص بالبث إذا ما كان مخصاً للأطفال أم لا سنضغط Yes, It's made for kids في حال كان مخصصاً للأطفال أو No, It's not made for kids في حال لم يكن مخصصاً للأطفال بالضغط على More Options ستجد مجموعة من الخيارات التي قد ظهرت منها إمكانية إضافة وصف للبث أو جدولة البث ليتم بدءه في وقت لاحق تحدد فيه اليوم والتاريخ والساعة التي تناسبك سنضغط على Advanced Settings لمزيد من خيارات التحكم بالبث من هنا يمكنك تفعيل أو إيقاف الدردشة على البث يمكنك تفعيل هذا الخيار في حال كان البث يتضمن ترويجاً لمنتج معين وأخيراً في حال كنت ضمن برنامج شركاء يوتيوب وتريد تفعيل الربح على هذا البث فقط سنضغط على هذا الخيار بعد التأكد من جميع البيانات سنضغط Next يظهر هنا مؤقت بعد تنازلي وبعد الوصول للرقم واحد سيتم التقاط صورة وعرضها كصورة مصغرة للبث في حال أردت تغيير الصورة يمكنك الضغط على رمز القلم هنا Edit Settings تعديل إعدادات البث بالعودة للواجهة الأولى التي تضم العنوان والتفاصيل Retake Thumbnail إعادة التقاط الصورة المصغرة للبث Upload Thumbnail رفع صورة مصغرة من هاتفنا هنا يظهر عدد المتابعين الذين ينتظرون بدء البث من هنا يمكنك مشاركة رابط البث مع أصدقائك أو حتى نشره في قسم المنتدى في حال كانت هذه الميزة متوفرة في قناتك أو ببساطة نسخ الرابط من هنا وإرساله لأصدقائنا بعد أن ننتهي من إضافة الصورة المصغرة سنضغط Go Live سنجد هنا الوقت الخاص بالبث منذ بدايته وهنا عدد مشاهدي البث وهنا عدد الإعجابات من هنا يمكننا التحكم بظهور الرسائل في قسم الدردشة المباشرة Top Chat بعض الرسائل التي يمكن أن تحوي عبارات مزعجة لن تكون ظاهرة Live Chat كل الرسائل في قسم الدردشة ستكون ظاهرة Super Chat فقط الأعضاء ورسائل ميزة Super Chat هي من ستكون ظاهرة None إخفاء جميع الرسائل في الدردشة المباشرة من هنا يمكنك إضافة Filter ومن النقاط الثلاث سنجد مجموعة من الخيارات Save Highlight يمكنك من خلال هذا الخيار حفظ الأجزاء المميزة من البث والمدة التي يمكنك حفظها هي آخر 5 دقائق من البث بحد أقصى وسيتم حفظه كفيديو غير مدرج في قناتك Share مشاركة البث Enable Flash تشغيل ضوء الفلاش في هاتفك Newt Microphone كتم المايكروفون ومنع وصول الصوت لإنهاء البث سنضغط هنا ثم سنختار End وبشكل مباشر ستظهر لنا مجموعة من الإحصائيات مثل مدة البث ومعدل وقت المشاهدة سنضغط Done وسننتقل إلى صفحة مقاطع الفيديو داخل قناتنا حيث سيتم معالجة البث بنسخة HD قبل أن نستطيع نشره على قناتنا لكل من لم يستطع مشاهدة البث في وقته